من أمام بوابة حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة وقف أهالي الأسرى للتعبير عن غضبهم وحزنهم لاستمرار منع إسرائيل لهم من زيارة أبنائهم داخل سجونها فهم متشوقون في كل لحظة لعناقهم ورؤيتهم حيث تمنع السلطات الإسرائيلية أهالي أسرى حركتي حماس والجهاد من زيارة أبنائهم رغم استئناف الزيارات لأهالي أسرى قطاع غزة بعد انقطاع دام عامين أنا من 11-6-2016 لم أرى أبنائي نهاية كانت آخر زيارة إلي في 11-6-2016 أنا أكثر من ست سنوات لم أرى أبنائي أنا حنيت لهم نفسي أشوفها مثلا لحظة لأشوف أبنائي فيها منتظر خبر الزيارة بلهف وشوك مكتش أن أشوف أبنائي أنا بطالب كل العالم يمكن كل الدنيا تكفف معنا في قطية الأسرى حط قطية الأسرى في سلم الأولويات مع الأسرى الذين يحرمون من زيارة ذويهم سبعون أسيرا ينتمون لحركتي حماس والجهاد داخل السجون تحرمهم إسرائيل من رؤية عائلاتهم تقول حركة حماس إنه انتهاك صارخ مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل للتراجع عن قرارها حرمان الاحتلال السهيون لدول أسرى من زيارة أبناهم يتناقت مع كل القوانين الدولية والموثيق الإنسانية هذا الحرمان هو مصادر لحقهم المشروع الذي كفلته كل القوانين الدولية والإنسانية وبالتالي نحن ندعو كل مؤسسة حقوق الإنسان المؤسسة الإنسانية الحقوقية الدولية التي تعنى بشور الأسرى إلى تبني مطلب أهالي الأسرى وذويهم من أجل الضغط على الاحتلال لعادة جدول زياراته من أمام معبر بيت حانون إيرز في كل يوم يتجرع أهالي الأسرى مرارة البعد عن أبنائهم فالكثير منهم توفي قبل رؤية ابنه والكثير من الأسرى ارتقى شهيدا داخل الأسر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد هي سياسة تنتهجها إسرائيل بشكل دائم كونها تعتبر نفسها فوق القانون تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية وتواصل انتهاكاتها بحق الأسرى داخل السجون وتزيد من معاناة أهاليهم الذين ينتظرون فرجا قريبا لهم محمد دور الغد غزة فلسطين